موسيقى 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 عندي الشقة. بتحمي اصفار كينا? اه والله ابني ده بحميها على الحنفة. ما? تحمي ده في البهر ايه? اه. 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 القضة دي ديش بتاعت. بتاعت اخويا. طب وجود حضرتك ما سببتش مكان تعيشتين? لا ما عندوش مكان. هو ده الشقة اللي انا اتجوزت فيها ووسدناها وبعد كده اه. بتشقة دي لين? سبناها بولك جيسر بالبيت باعي البيت. اه هو اللي باعها. اه يعني صاحب البيت اللي باعي البيت. الواحد تاني المالك تاني. المالك بدان ما نكتبلينا العقد مفتوح تتبلينا العقد المشاهر. احنا بكرنا العقد المشاهر زي العقد المفتوح. يعني المشاهر ده يطلعك في اي وقت. اي شعر يطلعك فيه. مش عارفين نقدم في مساكن. مش عارفين نصفين. مش عارفين نوعات فيه. مش عارفين. نفسي في شقة. مش عايزة كتر من كده. مش عايزة. شقة قلمة فيها لان انا اولادي مش لعيالهم مكان حتى شطفهم فيه. نزلوا لي كشك وانا اشتغل فيه. نزلوا لي اي اشغل وانا اشتغل فيه. مش عايز اكتر من كده. واحمد ربنا علي في اي مكان. لو في الشلالات هروح. اللي بتدور على لقمة عيش مش هتدورة هي فيه. هتروح وراها. في ناس تعبنا فيه. حاجية في ناس تعبنا. بس مش عارفة توصل لمن وتتلم مين. والله ما عارفة توصل لمن وتتلم مين. هل انا واحدة معلاش ما عنديش دخل. اعمل انا ادخل مجالي وانا ما معيش. ما معيش. هو كل ما في الامر اللي انا باخد معاش كام? 275 جنيه. عملولي ايه? انا معي عيالي بياخدوا بس دروس ب750 جنيه. حاضيك متجاوزها? انطلق. وجوز حاضرتك ما بترفش عليها? ولا تعريف. ولا حتى ما صديق الدراسة? ولا الدراسة ولا اي حاجة ان تخلق. حاضيك سكنة فيه? انا هنا في الحرابي. في حسن الفران. ثلاثة حسن الفران. بيتك شكله ايه? تعال انا هنروه لك. خش شوفي شوفي الواقع. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عند البنك المركزي اتناك وبقف معها بساعدها بتديني برضو بترديني لكن انا على فكرة انا كنتي بنزل معها بس انا بقلي الدولة دي داخلك في حوالي عشر ايام او بخمساشر او ما بنزلش الشغل لان كان نزل عليها نزيل وروح تعمل عملية طالما اوضا تنضيبه وكده طلبين مني خمسمة جنيه طب اجيبه مني خمسمة جنيه بصيبة نفسي ونزيلش عقال معي مش مشكلة اعمل ايه باخد علاج بوقف نزيف شوية ولا ما طبعا باجهد نفسي بينزل بتنهارينزل ويتفكر ان في مستشفى حكومية ما بتاخدش مني الجنيه كدبين كدبين انا بقولها ولو انت عايزيني في التيريفيزيون اقولها لك هقولها لك اولا انا دكتورة روحت لها في عيادة مش في عيادة في جمعية شرعية مش هقولك انا روحت عيادة وحولتني على اليوم الواحد اليوم الواحد الدكتور قال لي اخد منك 300 جنيه وتعمليني تحليل عنينا وناخد منك عينا من روحها من عينا تحليلها برا تبنا ادفع ده اقول لنا اقل لي ما يمكن هيبقى 500-600 جنيه طب انا عيالي اولا بيه انا عيالي يعني كويسين بس يعني ما ينفعش العيال يطلع لوحده لازم ان حد يساعده بيجميلوا مدرسين وكذا؟ اه طبعا انا لسا مدرسة ما جانيش شوية كده وغيجينوا مدرس بياخد كم شرعي حاجة؟ بياخد على كل عيال 150 جنيه انا مش عايزة منهم حاجة انا عايزة انهم يكون معهم شهدا لنفسيهم عشان ما يتعبوشوا يعانهم لانا عانيتهم انا عايزة منهم يكون معهم شهدا لنفسيهم عشان ما يتعبوشوا يعانهم لانا عانيتهم